ما الأهمية الاستراتيجية لتقدم قوات الشرعية المدعومة من التحالف العربي في الساحل الغربي لليمن؟ ما الموقف الدولي من الاختراقات الميدانية التي تحققها المقاومة؟ وما حدود التقدم العسكري الممكن في جبهة الحديدة؟ هل يعيد اقتراب المقاوضة من ميناء الحديدة الروحة إلى المسار السياسي بين جبهات الصراع اليمني؟ أم يعزز احتمالات الحل العسكري؟ أسئلة تأتيكم في برنامج حديث العرب بعنوان ما أهمية تقدم الشرعية اليمنية في الساحل الغربي؟